اشتركوا في القناة رئيس اللجنة العسكرية يطلع اللواء الزبيدي على ما تم انجازه منذ تشكيلها النائب البحسني وعزي في وفاة العميد الركن عوض الجوهي رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش الأوضاع الاقتصادية والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية ومن الإجازة للتفاصيل أهلا بكم التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء دروس الزبيدي رئيس اللجنة العسكرية والأمنية العليا اللواء هيثم قاسم طاهر في العاصمة الموقتة عدن حيث استمع اللواء الزبيدي إلى شرح عما تم انجازه في جانب تشكيل الفرق المنبثقة عن اللجنة وتوزيع المهام والخطط والآليات المنظمة لعمل اللجنة مؤكدا أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في بناء هيكلها الإداري هذا وشدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية اللجنة العسكرية والأمنية مزاولة أعمالها في أسرع وقت ممكن رفع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أصدق التعازي وعظيم المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى العميد الركن عوض سالمين الجوهي رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية الذي وافته المنية إثر مرض عضال ألم به وأشاد النائب البحسني بمناقب الفقيد الجوهي خلال مشوار حياته العملية الحافل بالعطاء وخدمة الوطن مثمنا ما قدمه من تضحيات خدمة للسلك العسكري وفي مقدمتها دوره الفاعل في معركة تحرير ساحل حضر موت من قبضة التنظيمات الإرهابية وإدارته للمناصب العسكرية التي تقلدها بكفاءة واقتدار مؤكدا أن حضر موت والوطن أجمع خسيرا برحيله أحد أبرز القيادات العسكرية التي خلفت أثرا ملموسا في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار وبعث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خالص العزاء والمواساة إلى أفراد أسرة الفقيد الكريمة وأهل الجوه كافة وإلى زملائه في قيادة المنطقة العسكرية الثانية بهذا المصاب الأليم سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون ناقش اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على ضوء تطورات أسعار صرف العملة الوطنية والإجراءات المطلوبة على مستوى السياسات النقدية والمالية وتدارس الاجتماع الذي ضم وزير المالية سالم بن بريك ومحافظة البنك المركزي اليمني أحمد غالب مستوى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتنفيذ الإصلاحات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة بالتوازي مع جوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية كما استعرض مستوى الإنجاز في آلية تسريع الدعم من الأشقاء من صندوق النقد العربي والمخصص لدعم البنك المركزي وتحديد أولويات المشاريع المنفذة بواسطة البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اجتماعا لمناقشة المشاريع والمبادرات التنموية المقرر لتقديمها للبرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن والتي سيتم تنفيذها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة واستعرض الاجتماع أولويات التخصيص للمشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين وتسهم في دفع عجلة التنمية خاصة المشاريع التنموية المستدامة ووجه رئيس الوزراء بالتركيز على المشاريع والمبادرات التنموية ذات المردود العالي والمستدام والذي يسهم في تحسين معيشة المواطنين وحياتهم في عدن والمحافظات المحررة منوها بالدعم السعودي لليمن وشعبها في مختلف المجالات ومنها في مجال المشاريع والمبادرات التنموية ناقش وزير العدل القاضي بدر العارض اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد التنسيق بين الوزارة واللجنة في مجال الدعم القانوني والقضائي للنساء المعصرات والتشريعات القانونية الخاصة بالمرأة وأكد الوزير أهمية تقديم العون القانوني للمرأة وزيادة العمل المشترك بين إدارة المرأة والمكتب الفني بالوزارة وإدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية ناقش محافظ شبوى الشيخ عوض العولقي اليوم مع المدير العام لرياض الأطفال وخبير التعليم بوزارة التربية والتعليم إيمان خالد سبل تفعيل نشاط رياض الأطفال بالمحافظة وتوسيعه ومعالجة المعوقات والمشاكل وتدليلها التي تعترض ذلك وخلال اللقاء أشار المحافظ العولقي إلى أهمية وجود رياض الأطفال لما لها من دور في تنشيئة الطفل النشأة الصحيحة التي تؤهلهم للالتحاق بالدراسة الأساسية بعد إدراكه وفهمه للكثير من الأمور المتعلقة بالحياة التعليمية بالإضافة إلى كونها تعمل على غرس القيم الأخلاقية والإنسانية في نفوس الأطفال وأوضحت المدير العام لرياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم من جانبها الجهود التي تبدل حاليا من أجل تفعيل عمل ونشاط رياض الأطفال في المحافظات المحررة اطلع وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي على أنشطة ملتقى سيدات أعمال حضرموت واستمع الوكيل بن حبريش من رئيس الملتقى فائزة سالم باني إلى شرح عن أهداف ورؤى الملتقى لدعم مبادرات المشاريع القائمة على توفير فرص العمل للمرأة ودور وحدة الاستشارات القانونية الأسرية والدعم النفسي لتقديم حملات توعوية وتثقيفية هذا وحث الوكيل بن حبريش نساء الملتقى على ضرورة تحديد احتياجاتهن الأساسية وخلق تكامل مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ترأس وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق اليوم اجتماعا طارئا بفرع المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت ضم المدير العام للفرع طلال الحبشي والمدير العام للتوليد المهندس أبو بكر جابر لمناقشة عدد من المواضيع العاجلة والتي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين وناقش الاجتماع الشحة والعجزة في الوقود وتأخر وصول باخرة المشتقات النفطية التابعة للمنحة السعودية وتوقفها والعطل في محطة الريان وتوفير الزيوت وسير عمل المشاريع التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء كما تطرق الاجتماع لمناقشة الحلول السريعة والعاجلة لرفع معاناة المواطنين بساحل حضر موت في القريب العاجل وأكد الوكيل بارزيج اهتمام نائب رئيس المجلس الرئاسي محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني في السعي المستمر لتوفير الوقود للمحافظة بشكل عاجل عبر الأشقاء بالمملكة والجهات المختلفة كما أشاد بجهود رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ودوره السابق في توفير الوقود للمحافظة برعاية كريمة من الركن فرج سالمين البحسني نائب رئيس المجلس الرئاسي محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية أقام مكتب فرع مصلحة شؤون القبائل بساحل حضر موت اللقاء المجتمعي والتوعوي الموسع للمناصب والمقادمة والعلماء والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني عن انتشار ظاهرة آفة الشبو والمخدرات بمحافظة حضر موت المزيد في سياق التقرير الآتي تتواصل الفعاليات المجتمعية والتوعوية بمحافظة حضر موت المحدرة من خطر آفة الشبو والمخدرات بمختلف أنواعها تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الإتجار والاستعمال الغير مشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية حيث احتضنت قاعة مركز بالفقه بمدينة المكلة اللقاء المجتمعي والتوعوي لمناصب ومقادمة وعلماء ومنظمة المجتمع المدني الذي أقامه فرع مصلحة شؤون القبائل بساحل حضر موت لمناقشته تداعيات انتشار هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الحضرمي المسالم لقينا هذه اللقاء ولنا لقات أكثر للحفاظ على أبنائنا وتوعيتهم ومراقبتهم من هذه الآفة الخطيرة التي ستدمر وطننا اللقاء الذي حضره مدير مكتب فرع مصلحة شؤون القبائل بساحل حضر موت الشيخ صالح باوزير ونائب مدير جهاز مكافحة المخدرات بالجمهورية مدير الإدارة بالساحل العقيدة عبدالله الأحمد وعددا من مقادمة ومناصب وعلماء حضر موت إلى جانب شخصيات اجتماعية ومنظمة المجتمع المدني والمثقفين والناشطين الإعلاميين نعش عددا من المحاور الأساسية لظاهرة الانتشار المخيفة لهذه السموم القاتلة وآثارها من جوانب الدينية والأمنية والصحية ندوة نوعية في توعب خطر المخدرات ودور المجتمع المطلوب هذه خطوة جميلة جدا بل إن شاء الله ستشتم إسهام كبير في أن يكون للمجتمع دور وفاعلية في محاربة هذه الآفة سواء كان بالجهود المباشرة أو بجهود التوعية وخطوة جبارة التصب في محاربة هذه الآفة يهدف هذا اللقاء المجتمعي والتوعوي بمدينة المكلة للخروج برؤية واضحة حول توحيد جهود مكونات المجتمع الحضرمي بكافة أطيافه المختلفة في إطار الحد من هذه الظواهر التي لم تكن مألوفة لهذا المجتمع الذي لطالما عرف بسكينته وبعده عن كل ما يهدد بيئته الآمنة لأسيما وإن تجاري ومروجي هذه السموم يسعون لهدم أغلى الثروة والمتمثلة بالشباب الذي يعول عليهم في بناء الأوطان وتقدمها صالح الجعيدي لتلفزيوني حضرموت مدينة المكلة أقيمت بفرع مصلحة الدفاع المدني بالمكلة دورة لمتطوعي أنصار الدفاع المدني لمجموعة تضم مئة متطوع من مختلف أحياء مدينة المكلة ضمن إطلاق مبادرة لجنة تعزيز السلامة المجتمعية في المديرية وأشار العقيد مرعبة خلع إلى أهمية استنهاد الوعي الرسمي والشعبي لتعزيز ثقافة التطوع وتعميقها في نفوس الشباب كما أوضح المدير العام لمديرية مدينة المكلة المهندس صالح العمري أن عملية نشر الوعي الوقائي وثقافة الدفاع المدني تنطلق من الكادر المدرب حيث يعد المتطوعون جزءا من جيش الإسناد الوطني في التعامل مع الحوادث تسلمت المؤسسة العامة للكارباء بمنطقة المهرة ثلاث سيارات نقل مقدمة من السلطة المحلية بالمحافظة عبر فرع شركة النفط اليمنية هذه دفعة الجديدة من سيارات النقل ستسهم في تسهيل عمل فرق الطوارب المؤسسة في سرعة الاستجابة للاختلالات التي تطرع على خطوط الكارباء بين الحين والآخر تزامنا مع فصل الخريف وما ترافقه من مشاكل في تلك الخطوط ويأتي هذا الدعم ضمن الجهود المشتركة والتعاون المستمر بين السلطة بالمحافظة وشركة النفط اليمنية فرع المهرة لتسهيل عمل المؤسسة العامة للكارباء تسود مدن ساحل حضر موت أجواء صحوة رطبة مع عوالق ترابية خفيفة مع بعض الصحب المتفرقة ورياح معتدرة السرعة تنشط أحيانا ودرجات الحرارة حارة النهارا إلى معتدرة الليلا وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة مع فرص نشوء صحب الرعادية المتفرقة على رؤوس المرتفعات خلال المساء ورياح هدئة إلى معتدرة السرعة ودرجات الحرارة حارة النهارا إلى معتدرة الليلا فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضر موت والهضبة الشمالية أجواء صحوة بوجه عام مع غيوم متفرقة أحيانا ورياح معتدرة إلى نشطة السرعة على فترات ودرجات الحرارة شديدة الحرارة نهارا إلى معتدرة نسبية الليلا والآن ننتقل بكم إلى حالة التقصير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة